لا إله إلا الله سؤال آخر يقول السائل أسكن في ولاية نيوجيرسي مع زوجتي وأولادي الثاني زوجتي لا تعمل أنا ملتزم بمصاريف البيت شهر إبريل الماضي صرف لنا شيك لإعامة البطالة 1200 دولار للزوج والزوجة و500 دولار للطفل كان إجمال الشيك 3400 أنا صرفتها كلها على البيت والأولاد السؤال هل من حق زوجتي أن تحتفظ بنصيبها في الشيك لنفسها أم لا هل من حق زوجتي أن تحتفظ بنصيبها من هذا الشيك لنفسها أم لا الجواب ما صرف لها فهو حق لها ولا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفسه إلا أن تأتمر بينكما بمحروف وإنفاقك على البيت لا يخولك أن تأخذ شيئا من مالها بغير إذنها لأن إنفاقك على البيت يا رعاك الله تكليف شرعي واجب شرعي ليس نافر من النوافل ولا تطوعا من التطوعات إنما هو واجب شرعي أو جبه الله عليك ورسوله ثم تابع أخي السائل فقال أنا كنت قد دفعت لها أو بذلت لها وهبت لها هدية من الذهب قبل هذا ثمينة تبلغ ألفي دولار طب لما لا نقيم لا نقوم بمقاصة الشيء بتاعها مقابل الدهب الذي بذلته لها ونسلم رأسا برأس نقول له يا رعاك الله ما هكذا تورد الإب ما بذلته على سبيل الهبة والعطية والهدية لا يجود لك أن ترجع فيه وقد تمت الهبة بالقبض ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فليس لنا مثل السوء لا تربض هذه بتلك ما وهبته لها وقبضت صار حقا لها دخل في ملكها فليس لك أن تنال شيئا منه إلا بطيب نفس منها وإن فاقك عليها واجب عليك لم تتنفل به ولم تتطوع به بل إن لها إذا لم تبذل لها كفايتها أن تأخذ من مالك ولو بغير علمك كما قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني هل علي من إثم إن أخذت من ماله بغير علمي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف فالمرأة مسلطة على أموال زوجها لتأخذ في حدود كفايتها بالمعروف كما أن الوالد مصلط على أموال ولده أنت ومالك لأبيك وكما قلنا مرارا اللام هنا للإباحة وليست للملك لا يزال مال الولد ملكا للولد لا يزال على ملكه لكن أباه مصلط عليه أن يأخذ منه بقدر كفايته ولو بدون إذنه وبدون علمه بارك الله فيك فاحتسب ما تنفقه لكن بقية وصية لا ينبغي للزوجة أن تضيق على زوجها لا سيما إذا كانت مواردهما محدودة وهما يستقلان سفينة واحدة يمخران بها بحر الحياة فلا ينبغي أن تضيق عليه فإن أعانته بشيء من مالها كلا أو جزءا من هذه الإعانة أو من غيرها فأرجو أن يثيبها الله على ذلك وأن يكون هذا سبيلا إلى شرح صدر زوجها وفتح مغاليقه فتح مغاليق قلبه أسأل الله أن يقذف المودة بينهما والهدى في قلوبهما إنه ولي ذلك والقادر حبيب ترجمة نانسي قنقر